ده قانونياً وبعد كده سأل دكتور علي الأزهاري أستاذ وحيد ليه معترض على ده؟ والله وبس ومفهوم الحكم اللي صدر من يومين واضح إنه هو فيه لبس يعني حصل بخصوص الحكم دوا لأن الناس فكرت إن هذا الحكم في المطلق وأي نتاج للزواج العرفي هيروحوا بكرة لمصلحة الأحوال المدنية ويأيده هذا الزواج رغماً عن الزوج لا هذا الحكم صدر صدر بقيض الطفل بصفة مؤقتة يعني النهاردة لو الزوج في الزواج العرفي رفض هذا النسب يرجع الوضع إلى ما كان عليه قبل القيد في الأحوال المدنية يعني هذا القيد هو قيد مؤقت إذا ارتضاه الأب كانت المشكلة الأول في الأحوال المدنية إن الزوجة عن درشة أي يعني يوقيت قدمه حيقيد حيقيد وبعد كده لو الأب رفض هذا النسب واتخذ الإجراء القانوني كأن شيء لم يحدث وكأن هذا الطفل لم يقيد نهاردة المحكمة عين دمع الزرق هتقيده باسم الأب بعد كده يعني هتدي له اسمه بعد خمس ست شهر شيله تاني مظبوط وحتى لو الولد أو الطفل ده هو نتاج دواك شرعي حضرتك حضرتك بتجداز الكرامي أنا هو راجل واحدة اتهمتني وقالت لي إن ده ابنك أنا هتضرر هتضرر بإيه؟ بدي إن إيه؟ مين قال لحضرتك إن إحنا بنشجع إن أي ست تروح تلزق أي طفل لأي واحد نظبوط هي دي الاشتراك أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة النهاردة النهاردة إحنا ممكن نقع في مقزة كبيرة لا ما فيش مقزة يترطب عليه تخالط في الأنساب يترطب عليه مشكلات في المراس هقول لحضرتك ده بالعكس يا فندي تقول ليه ليه؟ العكس حضرتك بتخفي الحق الطفل في المراس أنا أبوي عايش ومش عارف أورسه طيب أنا هقول لحضرتك النهاردة أنا عندي ست لإني أمي وأمويا للأسف الشديد أنا عندي زوجة يا فندي عندي زوجة زورت عقد زواج عرفي وحملت سفاحا ووضعت هذا الطفل وبموجب هذا الحكم تروح تأيض طفل لزوم موجود خارج البلاد القانون بيقول إيه؟ إن المقيد بيتطلع على ورق العرفي وبيسجل الاسم رباعي وإذا لم يحصل على ورقة عرفي ما بيقيدوش باسم اللي الست بتقوله ما بيقيدوش خالص هو اللي بيقلف اسم رباعي بيعمل محضر إداري بده يعني بيعمل محضر يقول أنا فلاني فلاني ألفت اسم للطفل ده بكذا وكذا وكذا ورباعي عشان يتعملوا شهادة ميلاد عشان جارف يخش المدرسة لا إحنا متكلف ورقة زواج ومتتكلم فتوفه لطيط لا لا متكلف ورقة زواج ما بيقول لك وصيكة الزواج العرفي مستمد أساسي إذا قدمت الست ورقة زواج عرفي بيحصل إيه؟ بيسجلوا فعلا بإسم البيع وبيختروا على بقى الرجل أن يتضرر لو هو فعلا ما دخلش بهذه السيدة وما قامش علاقة زواج عرفي مستمد أساسي طيب هو أقول لك لو هو مزور ورقة زواج لو هي مزورة ورقة زواج عرفي يرجع عليها يا فان بيحبسها أنا أعرف منين أن هناك سيدة استغلت اسمي وتوقيعي على عقد زواج عرفي وراحت أيد الطفل وتكتمت هذا الأمر ثم يبقى حضرتك تنتقد الإجراءات ونصطدم بالمراف زي ما واحد بيروح يتجاوز على مراته المأزوم بيغتر زوجته الأولى يحصل كده إحنا مش عايزين نتعجل التهليل حكم المحكمة طبعا لأ أنا بهلل يا فان بلازم تهلل لأن هو ليه لا لازم أهلل عشان حقوق الطفل أولى يا فان دا من حقوق الست والراجل أنا عندي أطفال في الشارع عندي عيال اتخلفت عن الدراسة دلوقتي على فكرة الحكم دود بيلزم الدولة أنها تلحق العيال اللي ما جلهاش شهادة ميلاد بالمدارس يعني اللي عنده سبع سنين دلوقتي حيجيله شهادة رقم قومي وهيدخل المدرسة الزمن على الدولة لازم أهلل فيه كام عايل دلوقتي حيبقى وجوده في الدنيا دي مشروع مواطن مصري عنده أما ليش دعوا بأمه ولا أبوه أنا لا تخصني أمه ولا أبوه علمك أن المرأة المصرية هي اللي بتشيل الطيل مش الراجل دا الجانب الإجابي من حكم هير كده أن حضرتك لو اتكلمت من الشك الإنساني بقى أو العبسي أو الأخلاقي أو المجتمعي لا طبعا حضرتك حتقفل باب العبس مع الراجل المستهتر اللي شايف الست ليلة أو شايف الست بعض شهور يقضيها في متعة بدون مسؤولية وأول ما يبقى فيه التزام بيخلع يعني بزبط اسمحي لي رد على الجزئية الأولينية أنا طبعا معاكي أن الطفل هو الجزء الضعيف في هذا المجتمع ولا بد على الدولة أن ترعاه ولا بد عن الدولة وقانون الطفل بيارع المسألة دي في قيد الطفل وحق يطف قيده وإسمه رباية يعني قبل الحكم ده قبل الحكم كان فيه مشكلة هتقدرش تأيده لسبب ما كانش ولا تدر تأيده ولا تعلمه لازم يروح الزوج لازم يروح عم الطفل لو الزوج مش موجود خارج البلاد إنما للنهاردة أنا بقول الشق السلبي بقى لهذا الحكم اللي بيخليني أعترض على هذا الحكم وكنت أتمنى أن أطرم على هذا الحكم الشق السلبي الشق السلبي اللي أنا بقول عليه إن أنا النهاردة هصطدم بدل ما كان فيه واحدة ست بتحمل صفاحة أن تروح ترمي طفلة على باب الجامع لا ده النهاردة هتستغل أي اسم في المجتمع يخطر على بالها دون أن تخطر هذا الزوج ودون أن يحدث علم ليا كزوج تم وضع اسمه وتوقيع العجل زوج عرفي ثم يصطدم أبنائي كم حالة هتحسب بإنسان يشاركهم في المراسل كم ستة هتجرؤ ده الجزء ده الشق الشق اللي أنا بعترض عليه للحكم حضرتك بتقولي الراجل بيبصر الست من منظور إن هي ليلة هي ارتضت على نفسها إنها تقول ليلة أنا ما تخصني هي ارتضت إنها تتزوج بعقد زوج عرفي في السر دون علم فهي ارتضت على نفسها إنها تقول ليلة فلا حديث للمجتمع ترمي في الشارع حننتقدها ونقول لنها عليها أن تلجأ له الطرق القانونية برفع دعوة إثبات زواج إثبات زواج من زواج عرفي ليس من حقية رفع دعوة إثبات زواج لا لا إنت في كلامك هنا بتقول هي ارتضت لنفسها يبقى كأن أول ما يبقى فيه ثمرة لهذه العلاقة هي تشيلها لا ما بقولش تشيلها يعني تمكن الرجل من إنه يخلع يا فندم القانون والشرع الولد للفراش الولد للفراش على فكرة ابن حنيفة ابن حنيفة أقر أسوري أبو حنيفة أقر كلام ده أقر إنه ممكن أولاد شريعة الإسلامية عبر